موسيقى 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 السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من وطق الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل صلصة الشوكولاتة هنا عندي 6 ملعقة أكل كاكاو باودر سادة بدون سكر سأضيف حليب أو ماء اثنين كوب حليب أو اثنين كوب ماء يعني ينجح بالماء وبالحليب يعني اللي تهتمون اللي ما يستعمل حليب ممكن يستعمل ماء خلطت هاي المواد ورح أخليه على النار وأضيف له بعدين السكر هس خلطت زين ورح أبقى أخلط به يعني ما أتركه على النار خليت هنا على النار وضفت هنا واحد كوب سكر وضفت هسه نصف كوب وبعدين راح من يذخن راح أشوف طعمه إذا يحتاج سكر نصف ثاني أضيف له هنا مثل ما تشوفون دا أخلط وبدأ يصير ناعم يعني قوامه ناعم ما بي أي كتل يعني الكاكاو ذاب زين والسكر هنا عندي 3 ملعقة أكل ماء بارد طبيعي يعني من البوري وضفت له واحد ملعقة أكل نشا خلطته زين وراح أضيفه للكاكاو أو للسائل هذا اللي حضرته بهالصورة هس خلطته وضفت له النشا هاي الصلصة مفيدة لعمل الموس ولي حشو الكيك وأيضا يعني مثلا إذا واحد يقدم آيس كريم يقدر يخلي إلى جانب هاي الشوكولاتة الصلصة ولكثير من الحلويات ممكن نزين به الحلويات لأن كثير منكم يسئلون ما عندنا الشوكولاتة اللي نذوبها وشلونش نستعمل فتستعملوها هاي الصلصة راح تفيدكم بكثير حلويات كبها وعند من نزل وبعد ان اضفته قوم بتذخن وضفت له نصف كوب سكرا وضفت له نصف كوب سكرا اضيفونها لموسيقى مجهد وخلط تزيين وراح يذوب السكر زيان اتأكد انه ذا وراح اضيف له نصف ملعقة تأكل فانيلا فانيلا سكر او فانيلا عادية او فانيلا سائلة حسب شنو عندكم او فانيلا عود حسب اللي عندكم تستعملو وهنا مثل ما دا شوفوه بدا يدخن وقوامه ناعم وطعمه حيل لذيذ جدا لذيذ ومفيد يعني ما تظترون تشترون اي سلسل ازاي نول بها او تشتغلوها هنا مثل ما دا شوفوه ضفت نصف ملعقة تأكل فانيلا سكر هالصورة وبقيت اخلط يعني ما اتركه اخلطه وبعدين من راح يكمل راح يذخن اكثر وراح يشوفون قوامه هذا قوامه مثل ما دا شوفوه ثخين وبعدين راح تركه يبرد واحتفظ بيه بحافظة بثلاجة او باي شيشة عدكم واستعملها هذا قوامه وهنا اضفت اخير شي هنا اضفت الزبد واحد ملعقة تأكل زبد او شوية اكثر وخلطته هاي اخير مرحلة وراح اتركه الى ان يبرد بدرجة حرارة الغرفة وبعدين احتفظ بيه بشيشة او حافظة واستعملها من اشوف نفسي احتاجها استعملها يعني بتزين الكيك او مثل ما قلت لكم حتى يتقدم كشوكولاتة يعني ممكن واحد يقدمه او موس الشوكولاتة وهذا قوامه من بعد ما برد وصار ثخين هذا وهذا شكل النهائي جربوه ان شاء الله يعجبكم والف عافية موسيقى